موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فمما يدل على فضل الزكر ما جاء عن سامورة بجندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت هذا حديث صحيح أخرجه أحمد رضي الله عنه وجاء في بعض رواياته أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام بمعنى أنه أجل الكلام وأرفعه وأكثره أجراً وثواباً عند الله تبارك وتعالى قال الله عز من قائل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وَاسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا الزِكْرُ أَنْوَاعُ كل ما هو متح لله فهو ذكر التسبيح ذكر والتحميد ذكر والتكبير ذكر والتهليل ذكر فهذه الكلمات الأربع هي أفضل الذكر عند الله وأفضل هؤلاء الأربع لا إله إلا الله أفضل الذكر التهليل ثم بعده التكبير والتسبيح والتحميد هو ذكر الله كله فيه ثواب لكن بعض الذكر أكثر ثواباً من بعض وورد في فضل التسبيح أن من قال سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة في الجنة النخلة التي تكون في الجنة وكل الأشجار التي تكون في الجنة ليست كالتي تكون في الدنيا كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب حسنها ولذة طعمها شيء فوق الوصف بالنسبة لنا ثم هي دائمة لا تيبس ولا ينقطع ثمرها كلما أخذ منها شيء يعود مكانه كما كان كما لا يتعب الشخص من تناولها إن كان واقفاً يستطيع أن يأخذ وإن كان قاعداً يستطيع أن يأخذ تدن له وإن كان متجعاً كذلك بسهولة يأكل فبمجرد قوله سبحان الله وبحمده بعدد ما يقول يغرس له في الجنة بعدد تسبيحه يغرس له ومعنى سبحان الله وبحمده أنزه الله وأنا حامده أي أنزه الله تنزيهاً عن مشابهة المخلوقين أنزهه من كل سوء وأما حامده فمعناه أصفه بالصفات الجميلة وكلمة لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى فهو وحده يستحق العبادة وأما قول الله أكبر فمعناه الله أقدر من كل قادر الله أعلم من كل عالم الله غالب كل شيء أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى هؤلاء الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر معناه لا يوجد أفضل من هؤلاء الأربعة من ذكر الله تعالى والصلاة والصلاة فيها هؤلاء الأربعة الصلاة جمعت هذا كله وهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم اجعل الحياة زية لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ترجمة نانسي قنقر